اشتركوا في القناة شوية مية شوية عصير كل واحد هتفطره في مزال حسناتك حتى البنات ادي لأخوك فلوس والأمهات ادي لأولادكم فلوس يشتركوا هذه الأشياء وانت اللي هتاخذي الثواب انت وابنك فقعد فرطه في هذا العمل كل صائم هتفطره في مزال حسناتكم النصيحة الرابعة حاول تصلي الترويح مع إمام صوته كويس بيعرف يوصل القرآن لو خشعت في صلاتك واتأثرت بالقرآن انت حالك هيتغير مع ربنا سبحانه وتعالى أكتر شيء أو من أكتر الأشياء اللي تغير حياتك القرآن القرآن نور وشفاء للقلوب والصدور فحاول تدور على إمام صوته حلو خشع في صلاته يوصل لك القرآن حتى لو المسجد ده بعيد المهم تتأثر بالقرآن الذي يطلى عليك وما تنساش تبدأ مع الإمام وتنهي معاه عشان يكتب لك سواب ليلة كاملة طيب النصيحة الخامسة الناس اللي تحفظ القرآن اهتم بمراجعتك اهتم بحفظك الجديد ما يهمكش انه تختب القرآن 4-5 ختمات انت بعدا لما هتحفظ القرآن حياتك كلها تكون ختمات فاستغل رمضان فان انت تراجع اللي فات لو في حاجة ناسيها رجعها ثبت اللي انت حفظته احفظ جديد المهم انه تطلع من رمضان ده حفظ كمية كبيرة رجعت على اللفات ثبت اللي فات النصيحة السابعة قبل الفجر بساعة وقبل الفطار الوقت ده الدعاء في المستجاب ركز في الدعاء قبل صلاة الفجر بنص ساعة وقبل الفطار بنص ساعة والدعاء بين الأزان والإقامة الاوقات اللي انا قلتها دي كلها الدعاء فيها مستجاب وحنا في رمضان ففرصة اوعى الضيع الاوقات دي منك النصيحة التمنى اياك وقطع الرحم والشحناء بين المسلمين لو في قطع رحم بينك ومن قريبك رح صالحهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلوا للجنة قاطعة وازا عايز ربنا سبحانه وتعالى يبلغ لتلقدر وتعتك من النار وفي شحناء أو خصام بينك ومن قريبك صالحهم لله ولو أهلك مش مفقين على هذا الصلح روح انت وصلهم من غير ما أهلك يعرفوا النصيحة رقم 9 بالنسبة للمرأة الحائد والبنت الحائد مشكلة كبيرة بتيجي اسئلة كثيرة هنعبد ربنا ازاي هنصلي ازاي كل اللي عليك انك تذكري الله تقرأ القرآن من التليفون تدعي اعملي كل العبادات المعادة انك تصومي وتصلي كل اي عبادة تخطر على بالك انت ممكن تعمليها النصيحة رقم 9 او 10 عدوا بقى معي انا نسيت زكاة الفطر خلي بالك منها دي فرض عليك فرض عليك بتطلعها قبل رمضان قبل عيد قصدي سامحوني بتلت ايام بتبقى تقريبا ان 20 او 30 جنيه بيعلون عنها في ضر الافتاء فما تنساش زكاة فطرك والسنة ان هي بتطلع حبوب يعني اشتربت 30 جنيه دو وتشوية ترز وتوزعهم من الفقراء النصيحة اللي بعدها عاوزين نخرج من رمضان بطاعات وافعال واعمال ما كناش بنعملها قبل رمضان فلما جي علينا رمضان استفدنا وقربنا ربنا سبحانه وتعالى فطلعنا بطاعات واعمال ما كناش بنعملها قبل رمضان فكر كده انا ما كنتش باسوب 2 و 5 قبل رمضان وجي علي رمضان وقربط لربogi ربنا سبحانه وتعالى لازم بقى اكمل فصير من Ultra称 ما كنتش بقى النليل قبل رمضان جي علي رمضان يبقى لازم بقى التقيم الليل بعد رمضان ممكن تش بقى القرآن قبل رمضان bereit اقرأ القرآن ووزب على قرارات القرآن بعد رمضان المهم إنك تطلع بقى �عادة تطلع بقى فائدة بعد رمضان فكر إيه اللي انتى حتطلع بيه بعد رمضان طيب آخر النصيحة أكتر شيء يشغلك أنك تعطق من النار والكلام ده أنا قلت في الفيديو اللي فات ادعي من كل قلبك أنك تعطق من النار ادعي من كل قلبك أن ربي نجيك من النار لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لله عند كل فطر عطقاء كل يوم في عطق من النار لن تدخل النار أبدا فركز في الدعاء يا رب أعطك رقابتي من النار يا رب نجينا من النار ونقولت لك لو ربنا نجيك من النار لو عصيت ربنا هيوفقك للتوبة لو بعيدت عن ربنا هيسبب أسبابي خليك ترجع تاني وتقرب لربنا تاني خيرك هيكون غالب شرك لأنك أعتقت من النار فركز على الدعوة دي وآخر عشر تيام في رمضان إياك تهتم بالليل الفردية عشان فيها ليلة القدر والليل الزوجية ما تعبطش فيها ربنا كل يوم في رمضان في عطق من النار عينك على العطق من النار وليلة القدر ربنا يبلغها لنا شد حلك مكتهد وربنا تقبل منا